لكن انا بسأل سؤال ماذا يعني ان معالي الوزير ينصب الاقارب والاصدقاء في الاماكن الحساسة معاليش تاني كده ماذا يعني هل البلد نفيهاش كفاءات خالص عشان اجيب واحد محاسب لما معالي بيفهم في كل حاجة يبقى اكيد رايب وبيفهمه في كل حاجة بالزبط كده بالزبط كده لما انا اجيب محاسب رئيس قسم واعمله مستشار مالي لسيادته مستشار مالي لسيادته هل الجامعات مفيهاش اسادة جامعة هل مفيش حد في الوزارة هو مش بيبص لهم اجيب واحد رئيس قسم من وزارة المالية اعمله مستشار مالي له واقولك مفاجأة الدكتور رضا حجازي سيتم استبعاده قريبا بالسبب الحلقة بالسبب الحلقة لانه هم حطوه لانه راجل محترم لانه راجل محترم وفاهم وتواصل مع القيادات تواصل مع القيادات وفهم يعني ايه وزارة وفهم يعني ايه معلم مبصرفش مكافآت من اياها مبصرفش مكافآت من اياها ومافيش كشف من مكافآت اسمه فيها بالمناسبة رضا حجازي اسمه مافيش في اي كشف انا عندي كشف بتاعت الوزارة اسمه مافيش في كشف راجل بيشتغل بشفافية بيسمع انا عايزة اسأل سؤال لو لا اللواء عمر الدسوي واللواء حسام ابو المجد كانت الوزارة دي انتهت من يوم ما الدكتور الهلالي الشربيني دخل الدكتور اللواء حسام ابو المجد ده ظابط المخابرات العامة منتدب انتدب لوزارة التربية والتعليم وهو المشرف على مكتب الوزير هو اللي بيسير المكتب هو اللي بيسير المكتب ولولا هو ورؤيته الامنية والاستراتيجية وكانت الوزارة انتهت من زمان انا عايزة ارجع شوية بالكلام حضرتك فاهمني طالما ابتسمت يبقى فاهم قولي مين قريبه وعينهم فين يا بخت من كان الوزير خالو خالو يسأل فيها الاستاذ رئيس مكتب الاخبار في المكتب المنصورة ازاي فاهم يسأل فيها الاستاذ الاستاذ حازم حازم مدير مكتب الاخبار في المنصورة نسيب معالي الوزير هو اللي عين المستشار الاعلامي الاستاذ بشير حسن ايه ده؟ هو المستشار الاعلامي استاذ بشير حسن فيه سرط ايوة والاستاذ والمستشار المالي معالي الوزير من طرف معالي الوزير الرئيس القسم في وزارة المالية فيه ارابة برسا لماذا تم اختيار هؤلاء؟ هل الوزارة ما كفهاش كفاءت؟ هل مفيش حد ينوب عن الوزارة يتحدث بينها؟ طيب يا أستاذ بشير البيانات الاعلامية حضرتك مشغول في قناة المحور يا أستاذ بشير البيان الاعلامي وزير لما بيعمل جولة أو بيعمل أو بيعمل أي حاجة أو الشوم اللي هو بيعمله بيروح للإعلام امتى؟ تاني يوم مش في نفس اللحظة اللي إز كانت صورة بتتبعت بسرعة وده معنى إيه؟ لا يعنيه إلا التلفزيون عشان سيادة الرئيس يتفرج عليها يشوفوه ويشتغل إزاي والله أنا حزينة من اللي بسمعه